أحراركم مرة تانية تعالوا بقى نتكلم عن الفرقة وسعادتها للفترة المقبلة طبعا احنا في فترة التوقف ما فيهاش اي ماتشاط وفرصة كويسة جدا في الحقيقة بالنسبة للكولر انه هو يحاول يستكشف امكانيات اللعبين وانا اعتقد انه هو قطع شود كبير جدا في الوقوف على مستوياتهم وعلى امكانياتهم الفنية وعلى النواقص الممكن تكون عندهم ازاي الشغل عليها خلال المرحلة مهمة جدا وفرصة مهمة زي دي يقدر من خلالها انه هو يوصل افكاره بشكل اكبر بالنسبة للفري عشان يظهر كمان الاهلي بشكل افضل كمان من اللي احنا شفناه مع بداية الموسم المبشر للغاية من خلال الفوز في دور 32 من طول دوري ابطال افريقيا زهابا وايابا على التحاد المنستيري وكمان ثلاث مباراة في الدوري بتسع نقاط وكمان الفوز ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك في مباركة قوية جدا هناك في مدينة العنب ابو ظابي فبالتالي الانطلاقة مبشرة ومميزة للغاية لكن اكيد فترة زي دي ممكن البعض يشوف انها ممكن تأثر شوية على الفرقة وانطلاقته او انطلاقة الفريق يعني والبعض الاخر يقول لك لا ده لازم يستغلها كلها احسن استغلال ففي الحقيقة الرجل ماشي في تدريباته مع النادي الاهلي بشكل مستمر بعد مبارات الداخلية ويمكن الاهلي كان رايح يوم الجمعة بس اللي فاتت 24 ساعة التدريبات بيغيب عنها بعض اللاعبين الدوليين طبعا الموجودين اعتقد هم تمانية مع منتخم مصر بخ بخلاف علي معلول الاكيد سافر خلاص لمنتخب تونس باستعد الكاس العالم بخلاف طبعا غيابات تتعلق باصابات مختلفة سواء برونو سافيو وكهربا بسبب نازلة البرت وايضا بخلاف مين تان يا جماعة في ايضا عمر السلية وفي رامي ربيعة بيواصلوا برنامجهم التأهيلي والتدريبات مستمرة ويمكن البرنامج يتغير شوية زي ما قلت لكم مبارح في احتمالية كبيرة ان ما بقاش في مباراة ودية فعلا النهاردة ما حصلش اي مباراة ودية بالنسبة للفري ودية اللقطات اللي حالكم شايفينها النهاردة من التدريبات اقول في الصورة ده لو ترجع لنا في الصورة اللي فاتت دي كده ساميرا الله يباركلك دي التدريبات بتاعت النهاردة والامور ماشية بشكل كويس جدا وبكرة او من بعد بكرة يعني بكرة فيه تدريب اهو وقف بقى هنا وقف مين ده اللي في الوشك ده ده مين ده اللي في الوشك ده ها ماخدين بالكم مش ده مصطفى سعد برضو ولا انا اللي مش واخد بالي مش هو ده اللاعب اللي بيقول لك اصلا هو عايز يرجع سيراميكا وكلم مسؤولين في سيراميكا ها ما هو موجود هو في التدريبات والامور كويسة جدا ومفيش اي حاجة وانا حكيت لكم مكالمة تليفونية مع اللاعب بنفسه اللي اكد لي ان كل الكلام اللي بيتقال ده يعني اي كلام فالراجل موجود الراجل اتمرن مع الكولر خمس تدريبات بس ست تدريبات بس ملحقش وست تدريبات على فترات متفرقة يعني ملحقش فاهم والراجل بيشيد بيشادة كبيرة جدا بالمناسبة كولر برضو ما علينا خلاص وضحنا القصة دي فالتدريبات هتستمر بكرة وبعد بكرة تبتدي اجازة الفرقة ياخدوا اجازة لمدة خمس تيام لحد يوم الحد اللي جاي على ما اتذكر يرجع الفريق للتدريبات عشان يستعد لتحديات المختلفة فالاهلي عنده مباراة يوم السبعة وعشرين من الشهر الجاري مع المقاولين في ربع النهائي كاس مصر بتاع السنة الفاتة واحتمال يكون فيه مطش في كاس الرابط اعتقد قبل المطش ده لسا من سنين القرعة اللي هتتعامل يوم تسعة فخلينا نشوف الامور ماشية ازاي لكن في كل الاحوال في برامج تدريبية وضعها الرجل اللي قدامكو ده اللي في الصورة كولر المدرب الجديد للنادي الاهلي وبتنفذ وبتطبق بشكل جيد وان شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهاردة التدريبات كانت عبارة عن هي طبعا كانت تدريبات صباحية على استاد مختار التيتش بالجزيرة وفقرات تدريبية مختلفة ركز خلالها المدير الفني والجاز الفني بشكل عام يعني على المهارات الفردية للعبين والتدريب كمان على الكرات العرضية والتصويب على المرمى وفي ختام المران الجماعي كان فيه تأسيم ومصغرة شارك فيها جميع اللاعبين أليو ديانج أطمنكم عليه بيواصل تدريباته التدريجية مع النادي الاهلي بيشارك في بعض الفقرات يعني في المران الجماعي لكن مش في كل الفقرات في التدريبات الجماعية بالنسبة للمجموعة كلها وده في إطار تجهيزه للعودة بشكل تدريجي جيد عشان إن شاء الله يكون جاهز بالنسبة لفرقة خلال المرحلة المجبلة السنائي رامي الربيعة وعمر السلية عندهم برنامج تأهيلي لسه بينفزه بسبب الإصابة وإحنا عارفين عمر السلية عنده إيجاد في العضل الأمامية ورامي الربيعة أعتقد عنده كدمة في الدلوع وتدريباتهم في الجم في داخل الملعب تحت إشراف طبعا الكابتن طريق عبدالعزيز أخصائي التأهيل كمان ده بخصوص أخبار النادي الأهلي النهاردة والدنيا ماشي بشكل كويس والروح جيدة جدا وحسين الشاحات أقول للناس برضو بتركز عليه خلال الفترة دي لتغطية أزمات أخرى يعني موجود وبيتمرن والدنيا حلوة وزايب فل وعشرة العشرة والأهلي اللي هو انطلق انطلقها مميزة جدا والدنيا ماشي كويس قوي يقول لك لا ده في مشكلة وأزمات والعيب مش عارف ماله والعيب غضان والعيب عايز يعد العقد والعيب رغم البداية المميزة دي السالة اللي فاتت بالمناسبة الناس كانت تتكلم تقول لك اصلي في مشكلة فيها أزمات فيه كلام من ده كان الأهلي مش بيمر بأفضل حالاته حتى والأهلي بيمر بأفضل حالاته برضو لازم البعض مش بعمل طبعا البعض يخلق أزمات بس دايما قناة الأهلي هتبقى حقت الصد لمثل هذه الأمور طيب ده بخصوص تجابات الأهلي النهاردة